رغم ثلاث سنوات مرت منذ بدأ التحالف العربي حربه ضد انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن ما زالت الأزمة اليمنية تراوح مكانها أزمات سياسية واقتصادية وأمنية وكوارث إنسانية تتقاذف اليمنيين في ظل انقسام بات جليا داخل معسكر الشرعية رغم ما حققه من تقدم عسكري خلال السنوات الثلاث الماضية ولعل الاشتباكات التي شهدتها مدينة عدن قبل أسابيع كشفت عن عمق الخلافات داخل معسكر الشرعية خلاف دفع رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر إلى التلميح إلى وجود من يؤيدون مخططات سقوط الوحدة وتقسيم اليمن داخل التحالف العربي محذرا من أن ذلك إن تم فلن يقل فداحة عن جريمة انقلاب الحوثيين على الشرعية تلميح بن دغر أكد ما ذهب إليه محللون من اختلاف في الأهداف والاستراتيجيات بين قطبي التحالف العربي في السعودية والإمارات فبينما تضع الرياض الحرب ضد الحوثيين كأولوية قصوى مدفوعة في ذلك بصراعها التقليدي مع طهران تركز أبوظبي على السيطرة على الموانئ اليمنية وكذا تركز على محاولة إبعاد بعض القوى اليمنية سيما الإسلامية منها عن تولي أي منصب قيادي داخل معسكر الشرعية ناهيك عن دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى للانفصال عن اليمن وبالتزامن مع تلك الخلافات فإن سمت انتقادات يوجهها المجتمع الدولي للتحالف العربي تتعلق باتهامات باستهداف المدنيين من قبل طائرات التحالف وهو ما بدى واضحا أثناء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا في المقابل تسعى إيران إلى تعزيج نفوذها في اليمن عبر تقديم الدعم للحوثيين وإن فذلك تجنبا للدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع السعودية وفي المحصلة فإن احتدام الصراع والتجادبات الإقليمية على الساحة اليمنية وطول أمد الحرب التي دخلت عامها الرابع قلف انهيارا لمقومات الدولة اليمنية الهشة أصلا وعودة إلى المعايير القبلية فهل يأتلف شركاء الشرعية المختلفين إنقاذا لليمن؟